وشايفت زي موضوع الأغاني الأخيرة لعمر دياب اللوك الجديد ووزير السعادة الأغاني كلها بهجة وهو حتى في حفلاته كلها بقى معتمد النوع ده من الأغاني الناس ممكن تطلب أغاني شوية من الأغاني بقى انتعارف مصرين احنا نحب النكب زي عينينا يعني الأغاني اللي حزينة شوية هو قلهم أنا يعني بقيت أغاني الأغاني اللي بتسعدنا جميعا الحقيقة وهو بقى طول الوقت بيصدر حالة البهجة دي للناس لأنه انت محتاج لبهجة يعني هو ما ده اللي هو قدرتك على قراءة الزمن والحياة واللحظة الناس النهاردة مش عايزة تسمح جراح ودموع وآهط المزاج العام متاجه لناحية ان احنا عايزين سعادة أكتر يعني عايز يدي له بهجة فهو بيصدر بهجة يعني من خلال الكلمات الأغاني اللي بيقولها وما بيخشش حتى على مستوى الكلمة بتلاقي الكلمة بسيطة تقترب من أغاني كمفردات من أغاني المهرجانات هي ليست مهرجانات لكن تقترب في بساطتها وانها ممكن حتى اللي بيقول حكمة بيقولها حكمة زي حكات قرط للطبيب مش عارفة قال لي ايه قال لي كلها بيقولها حكمة في إطار خف الدم في إطار نكتة الناس يعني أغنية يعني بيسأل الطبيب على الدواء كلام الأغنية دي عم الطبيب شوية وما تجيبش من رف الماضي الكلام ده الناس كتشافيته شوية قريب لأغاني المهرجانات اه ما هو بيقولك انت الزكاء انك تاخد النغمة الناجحة أو الكلمة الناجحة بس مش زي ما هي لا تاخدها لحياتك ودول الكبار بيعملو عبر التاريخ بيبقى فيه نوعين ما هو فيه يخد يبالك فيه أسماء لمطربين مش غول أسميهم عشان ساعات بيزعالوا قوي غنوا مهرجانات بشكل مباشر أسماء كبيرة من المطربين لهم أسماء وأصوات لما لقوا ان أغاني مهرجانات نكحت غنوا أغاني مهرجانات سقته لأنه ممكن تتقبلي من حسن شاكوش حاجة أو عمر كمال ولا تتقبليها من سين أو صد عمر لما خد المهرجانات خدها ناحيته جغلناها بطريقته بطريقته بأسلوبه خد المفردات حتى لو مهرجانات بس خلاها تنطق بإحساسه